بعد الضجة الأخيرة حول لقاح أسترازينيكا الطيب حمضي يوضح اعترفت شركة أسترازينيكا لأول مرة بأن لقاحها المضاد لفيروس كورونا يمكن أن يسبب آثارا جانبية مميتة تتمثل في مرض تخطر الذنب وحسب ما ذكرته صحيفة الدليميل البريطانية فإن أسترازينيكا تواجه دعوة جماعية بملايين الجنيهات الاسترلانية من قبل عشرات العائلات التي تزعم أنها تعرض للتشويه أو الموت بسبب لقاحها المعيب حيث يعتقد محام هؤلاء أن بعض المطالب قد تصل تعويضاتها إلى 20 مليون جنيه استرلاني في هذا الإطار قال طيب حمضي الطبيب الباحث في السياسات والنظوم الصحية في تصريح إنه من الناحية الطبية ليس هناك أي جديد بخطوص كون اللقاح يمكن أن يتسبب في تخطر الدم ونقص في الصفائح الدموية وأوضح الخبير أن التغيير هو في المسائل القانونية لأنه بالنسبة للإحصائيات فإن السلطات الصحية في العالم رشدت ظهور بعض الآثار الجانبية والنادرة لبعض اللقاحات وأضف الخبير أن بريطانيا سبق لها وأن قررت منع تلقيح الشباب باللقاح أسترازينيكا فيما سمحت للأشخاص الذين يتجاوز عمرهم 40 سنة فما فوق بالتلقيح به في حين قررت فرنسا تلقيح الأشخاص الذين يتجاوز عمرهم 50 سنة فقط بهذا اللقاح وأشر حمضي إلى أن الأطباء لاحظوا العلاقة الإحصائية ما بين تلقي لقاح أسترازينيكا وحدوث جلطات دماغية بسبب تخطر الدم مع لقص في الصفائح الدموية وأكد الباحث أنه من المعروف أن اللقاحات كيفما كان نوعها يمكن أن تؤدي إلى إصابات خطيرة نادرة ونادرة جدا شكرا شكرا